بوابة إلكترونية لطلبات السجل التجاري للقضاء على الغش والبيروقراطية هو جديد مشروع ممارسة الأنشطة التجارية القانون يكتفي بالتشريع فيما التطبيق يبقى غير ممكن حسب انتقادات النواب وفات في تطبيق القانون خاصة ما يتعلق قوة تدفق الأنترنت وارتباطنا ارتباط الجزائر بهذا الكابل اللي يراه تحت بحارة مربوط مع أوروبا تحت البحر الأبيض المتوسط خاصة اللي يمر على النبا الى البوابة الإلكترونية تسجيل في النشط التجاري هذه من سبع المستحيلات في الوقت تعنا راحا أقل شي هنا من قبل كان عندنا كنا في تعديل قانون مع وزيرة الاتصال وقلنا بغيرها الانترنت في الجزائر ضعيفة وضعيفة جدا حيث انه ما يقدرش المواضن العادي يتعامل بها فما بالك منحل بوابة إلكترونية بشي سجل فيها النشط التجاري أنا نشوفها هنا بدل ما نمشي إلى حجم لها نمشي إلى حجة سلبية تعديل آخر لفائدة المدومة في الأعياد بفرض غرامة مالية أخرى على التجار المخالفين والميدان يكشف واقعا آخر فالتجار يفرضون منطق غلق المحلة في الأعياد تكلموا لغة صراحة كنواب ممتنية على الشعب تكلموا عقلية المواطن مهما كانت القوانين الردعية فيما يخص إجبار التجار على إقامة نظام المدومة أو الدوامة مهما كانت العقوبة سننظر قاضي الدهنيات مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية يعدل مواد لا تنفذ ميدانياً يحدث هذا وسط غرطة برلمانية شبه فارغة لتشريع القانون